السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارب تكونوا بخير جميعا اهلا وسهلا بيكم في قناة موزيوم وريكو روشين. النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سهلة جدا بالنسبة للناس المبتدئين وهو بوك للفكة او للفلوس زي ما احنا شايفين كده على شكل دايرة. اهو سهل جدا يتعلق في المفاتيح او في المداليا. هنشتغل بغرزة الحشو زي ما نشوف مع بعض وغرزة المنزلقة. يلا بينا على طول نجيب الخيط ونشوف هنعمله ازاي. انا هشتغل البوك يا جماعة بخيط صوف مصري اسمه اكرو الشلة بتاعته خمسين جرام. الخيط ده في انواع كويسة منه جدا انا بحب اشتغل بيه على طول زي ما انتم عارفين. هشتغل على فتلتين. عشان يبقى البوك ماسك نفسه شوية معايا. تمام? وهشتغل بابرة رقم اربعة الومنيوم. انت طبعا تقدر تشتغليه باي خيط انت عايزاها مع الابرة المناسبة ليه. هبدأ اسحب الخيط من برا الشلة ومن جوة الشلة عشان اشتغل ومجوز. بسحب كده الفتلتين مع بعض اللي جوة واللي برا. هبدأ اعمل دايرة سحرية. زي ما احنا عارفين. بدخل الابرة كده في الدايرة باسحب الخيط. وبعمل غرزة سلسلة. عشان امسك الدايرة وعشان جميع ارتفاع غرزة الحشو اللي انا اشتغالها في الدايرة. وبسلك الطرف القصير ده عشان اقدر اتحكم في الدايرة اوسع اوضايا زي ما انا عايزة. هبدأ اشتغل ست غرس حشو داخل الدايرة اللي انا عملتها دي. غرزة الحشو. بدخل في الدايرة. باسحب خيط. بقى معايا اللفتين على الابرة. باسحب واطلع من اللفتين مع بعض. بادخل في الدايرة بالابرة باسحب خيط. بقى معايا لفتين على الابرة. باسحب الخيط واطلع من اللفتين مع بعض. كده عملت ورزتين حشو. تلاتة. اربعة. خمسة. ببدأ. اسحب الخيط القصير ده. واقفل الدايرة بتاعتي خالص. عايزة بقى اقفل السطر الاول اللي انا عملته ست غرس دول. بوصل للغرزة الاخيرة بالغرزة الاولى. بدخل تحت الغرزة الاولى كده بالابرة. تحت حرف الفي. وبسحب الخيط. وبعدين بطلع من الحلقة اللي على الابرة. يبقى انا كده عملت اول سطر ست غرس حشو. ابدأ ارتفاع سلسلة. ارتفاع غرزة الحشو. وهعمل تزايد على كل الغرز. يعني هعمل فوق كل غرزة غرزتين. بدخل كده في اول غرزة. واحد. اتنين. في نفس الغرزة. تاني غرزة واحد. اتنين في نفس الغرزة. الغرزة التالتة واحد. اتنين في نفس الغرزة. والربعة واحد. اتنين. والخمسة واحد. اتنين. والساتسة واحد. اتنين. كده عملت اتناشر غرزة. بقى السطر التاني. عندي اتناشر غرزة حشو. عندي غرزة المنزلجة دي. ما بدخلش فيها خالص. بقفل السطر التاني. بربط اخر غرزة مع اول غرزة. بدخل تحت اول غرزة تحت حرف الفيه كده بسحب خيط. وبعدين بسحول الحلقة اللي معايا على الابرة. يبقى انا كده اول سطر عندي ست غرز حشو والسطر التاني اتناشر غرزة حشو ببدأ ارتفاع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو اشتغل السطر التالت هعمل واحدة تزايد واحدة من غير تزايد بدخل في اول غرزة بعمل فيها غرزة واحدة بس والغرزة التانية بعمل فيها اتنين واحد اتنين في التالتة بعمل واحدة بس وفي الرابعة بعمل اتنين واحد اتنين في الخامسة بعمل الواحدة بس. وفي السادسة بعمل اتنين. واحد. اتنين. يعني انا كده بزود في واحدة بسيب واحدة. هكمل كده لحد اخر السطر التالت ونشوف عدد الغرز معنا كامل. كده خلصت السطر التالت زي ما اتفقنا زودت في واحدة واحدة لقا. وصلت للاخر هنا عندي ورزة المنزلكة بسيبها خالص ما بشتغلش فيها. وبقفل السطر بتاعي تحت اول غرزة بدخل بالابرة تحت حرف بسحب خيط وبعدين بسحبه من الحلقة على الابرة. زودت اه ست مرات. يبقى عدد الغرز عندي تمنتاشر غرزة. بارتفع سلسلة عشان غرزة الحشب. بابدأ السطر الرابع. بعمل اول واحدة فردي. يعني واحدة بس. وتاني واحدة فردي يعني واحدة بس. والتالتة بعمل فيها زوجي يعني اتنين مع بعض في نفس الغرز. وبكرر كده بنفس الطريقة. واحدة فردي. وكمان واحدة فردي. وبعدين التالتة بعملها زوجي يعني اتنين في نفس الغرزة. واحد اتنين. هكرر كده لحد اخر السطر الرابع ونرجع مع بعض. كده انا خلصت السطر الرابع وعملت التزايد فيه ست مرات. بعد الغرز عندي اربعة وعشرين غرزة. بقفل السطر. تحت اول غرزة بدخل تحت حرف بي بسحب خيط. وبطلع من الغرزة اللي معي على الابرة. وطبعا ما انساش غرزة المنزل كما بدخلش فيها. ببدأ ارتفاع سلسلة ارتفاع غرزة الحشر. واحد اتنين تلات اربعة. هبدأ السطر الخامس. بعمل واحدة فردي. وكمان واحدة فردي. وكمان واحدة فردي. يعني تلاتة فردي. والربعة بعملها زوجي. يعني اتنين في نفس الغرزة. واحد. اتنين. وبكرر بنفس الطريقة. واحد فردي. اتنين فردي. تلاتة فردي. يعني كل واحدة عليها واحدة بس. والغرزة الرابعة بعمل فيها اتنين يعني زوجي او تزايد هو اختلاف مسميات بس هكمل كده لحد اخر السطر وبعدين نرجع مع بعض انا كده خلاص السطر الخامس يا جماعة هقفل السطر بسيب المنزلقة وبقفل في اول غرزة تحت حرف الفي بسحب خيط وبطلع من الحلقة اللي معيه على الابرة زودنا ست مرات بعدد الغرزة عندي تلاتين غرزة تمام بارتفع سلسلة ببدأ السطر السادس بادخل برضو بعمل واحد اتنين تلاتة اربعة فردي يعني فوق كل غرزة وغرزة واحدة بس وباجي في الخمسة بعمل فيها زوجي يعني تزايد يعني غرزتين في نفس المكان وبكرر بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين في الخمسة بعمل اتنين. في نفس الغرزة. يعني بعمل تزايد. بكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل الاخر السطر السادس. ونرجع نكامل مع بعض. انا كده خلصت السطر السادس يا جماعة. عدد الغرز عندي ستة وتلاتين غرزة. لان زودت ست مرات برضو. بقفل السطر بسيب الغرزة المنزلقة دي. وبقفل السطر بتاعي. تحت اول غرزة بسحب الخيط. وبطلع من الحلقة اللي معايا للقبر. تمام? زي ما احنا شايفين كده غرزة المنزلقة بتبقى بيني عندي. ده عادي خالص. آآ دي الدايرة العادية يا جماعة اللي احنا ان شاء الله هنعرفها مع بعض او اللي انتم عارفينها فيه بعض منكم عارفها طبعا. التزايد العادي اللي احنا اشتغلنا به ده. التزايد العادي للدايرة. تمام? بنشتغل بنفس الطريقة كده. لو انت عايز تعملي دايرة فبتشتغل بنفس الطريقة. احنا طبعا بنشتغل الدايرة وهنعمل منها البوك اللي احنا شوفناه. انا بعد كده السطر السابع بارتفع سلسلة اللي هو ارتفاع غرزة الحشق. وهشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. بس ما شدش ايدي في في الشغل. عشان ما تقوص معي. انا عايزة بس اداري الشكل السداسي اللي هو طالع معي ده. عايزة الدايرة تكون مستديرة. تمام? فببدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة. الخيط بس فك مني. نشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة. هيبقى عدد السطر السابع عندي نفس عدد السطر السادس بالزبط. هشتغل كده. زي ما احنا شايفين. فوق كل غرزة غرزة واحدة ونرجع نكمل مع بعض. انا كده خلصت السطر السابع. هشوف بس المقاس بتاعي ايه? عشرة سنطي بالزبط. ده المقاس اللي انا عايزاه. كده خلاص هوقف الدايرة. وهبدأ اعمل الجناب بتاعة البوك. هشتغل الاول. هقفل الاول السطر بمنزلكة. تحت اول غرزة. تحت حرف الفي بسحة في الخيط. وبطلع كده من الحلقة اللي على الابرة. وبعدين بارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. وببدأ اشتغل في الحلقة الخلفية للسلسلة. او لغرزة الحشو. عندي السلسلة اللي بعين قدامنا وحرف الفي ده. حلقة امامية لقدامي والخلفية اللي وورا دي. هبدأ ادخل على طول في الحلقة الخلفية. وهشتغل غرز حشو. زي ما احنا شايفين. قد اول غرزة. تاني غرزة بدخل كده. الحلقة اللي وورا. وبشتغل غرز حشو على كل غرزة غرزة. من غير اي تزايد او تناقص. اهي. شايفيني الحلقة الامامية اللي انا سبتها? بينها. بدخل كده. في نص حرف الفي. باخد الخلفية اشتغل عليها غرزة حشو. بسيب الامامية. بدخل كده في نص حرف الفي. بشتغل على الخلفية غرزة حشو. وبسيب الامامية. اهو. تمام. هكمل كده لحد اخر السطر. ونرجع مع بعض. انا كده خلصت اول سطر من الجناب. زي ما احنا شايفين هقفل بمنزلي فبرضو عادي خرص تحت اول غرزة. بدخل تحت حرف الفي كده وبسحب خيط. وبطلع من الحلقة لعالقبر. بارتفع تاني سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. ببدأ اشتغل على كل غرزة غرزة. بس مش في الحلقة الخلفية باشتغل تحت الحلقتين. تحت رأس الغرزة كلها. غرزة حشو عادية زي ما عملنا الداير بالزبط. كل غرزة بعمل عليها غرزة واحدة كده. زي ما احنا شايفين كده. بدخل تحت رأس الغرزة كله. تحت عرف الفي. وبشتغل غرس حشو. هشتغل كده بنفس الطريقة حد ما خلص السطر. انا كده خلصت يا جماعة السطر التاني من الجنب ومش هزود عن كده خلاص. هقفل تحت اول غرزة بدخل تحت حرف الفي. بسحب خيط وبطلع من الحلقة لعالقبرة كمان. تمام? هبدأ ابروز الجناب دي بمنزلقة. غرزة المنزلقة. بدخل تحت حرف الفي كده. بسحب خيط. وبعدين بطلع من الحلقة لعالقبرة. بدخل تحت الغرزة كلها راس الغرزة. بسحب خيط واطلع من الحلقة لعالقبرة. دي اسمها غرزة منزلقة. اهي. بكرر كده. بدخل بسحب خيط. بطلع من الحلقة لعالقبرة كمان. بدخل بسحب خيط. بقى معايا حلقتين. اروح طلع من الحلقة التانية. طلع بيها من الاولى. بسحب خيط بقى معايا حلقتين. اطلع. اخد الحلقة التانية. اطلع بيها من الاولى. زي ما احنا شايفين كده. هاستمر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر. انا كده خلصت يا جماعة بروزت القطعة بمنزلقة زي ما احنا شايفين بقى ده شكلها. تمام? هبدأ اقص الخيط بتاعي. بقص كده. وانا هنضف الخيط ده ان شاء الله بعد كده بالابرة التنديم. بسحب الخيط. وبعدين بفوت غرزة. وبدخل تحت اول غرزة منزلقة هنا انا عملتها. بالابرة. ايه بس ضيقة معاية شوية. بدخل تحت اول غرزة منزلقة وبسحب الخيط ده اللي انا سحبته. اللي انا قصيته بدخله جوه كده. تمام? وبعدين بارجع اسحابه تاني من الغرزة اللي انا سحبته منها في الاخر. وبدخل كده في نص حرف الفي. وبسحب الخيط كده بدخله جوه القطعة. عشان يبقى شكل الشغل عندي كله زي بعضه. زي ما احنا شايفين كده. تمام? هبدأ انضف الخيط ده بابرة التنضيف. وهعمل كمان جزء زي ده بالزبط. الجزء التاني بتاع البوك. وارجع معاكم. نشوف هنخياتهم مع بعد ازاي. انا كده يا جماعة نضفت الخيط بتاع الجزء اللي انا عملته معاكم. زي ما احنا شايفين كده بابرة التنضيف. وعملت كمان جزء بالزبط. بنفس الطريقة و بنفس عدد الغرز. وبنفس المقاس. زي ما احنا الخيط طويل شوية عشان هخيط بيه جنبين مع بعض. ولا ضمت هنا قبرة التنضيف. الخيط بتاع البداية. عشان نشوف مع بعض ازاي هندريه تحت الشغل. بدخل كده. تحت غرز الحشو. وبداري الخيط ده بتاع عقدة البداية. عشان انضف البوك من جوة. بفضل اداري فيه كده حد ما خلصه. بدخل كده تحت الغرز اهو. هخلص كده وبعدين نرجع نشوفها الخيط ازاي. انا كده خلصت تنضيف خلاص الخيط بتاع البداية وعندي العدد الغرز في الجزئين مع قد بعد بالزبط. بحط كده الجزئين على بعض. زي ما احنا شايفين كده. هطلع بس الخيط ده الاول بره. عشان هخيط من بره. كده. تمام. وبجيب هنا القفلة بتاعت الشغل. اصاد القفلة بتاعت الشغل هنا في الجزء التاني. كده زي ما احنا شايفين. وبدخل كده تحت السلسلة دي بتاعت المنزلقة. في الجزء ده. وفي الجزء اللي اصاده. شايفين? دخلها تحت حرف الفي هنا وحرف الفي هنا. بسحب الخيط بتاعي. وبرجع تاني تحت الغرزتين اللي بعديهم. غرزة المنزلقة دي تحت حرف الفي. والمنزلقة اللي قصاتها تحت حرف الفي برضو. وبسحب الخيط. واستمر بنفس الطرير حد ما خيط الجزء اللي انا عايزة خياطه. وهسيب مكان للسستة اللي انا هركبه. بدخل كده تحت حرف الفي هنا. وتحت حرف الفي هنا بالابرة. وبسحب. طبعا انا عايزة البوك بتاعي يكون طري كده مش ناشف. انت اللي عايزة تدعميه ببوري من جوه. مقاسة الدايرة دي عشان يبقى ناشف مفيش مشكلة زي ما انت عايزة. وطبعا المقاسات اللي انت عايزة. عايزة صغاري عن كده مفيش مشكلة. عايزة تكبري مفيش مشكلة. انا حابة المقاس بتاعي يكون عشر سنتي زي ما ورتكم. بدخل كده تحت الحرف الفي هنا وهنا. تحت ورز المنزلق اللي انا مبروزة بيها. وبسحب الخيط بتاعي. هخيط كده لحد ما وصل للجزء اللي انا عايزاها. ونرجع نشوف هنركب السستة ازاي. انا كده خيطت يا جماعة الجزء اللي تحت ده تقريبا نص الدايرة اللي انا عملتها. بقى كده الشكل عندي اهو. هنضف بقى الخيط ده وهسبته وبعدين نجيب ابرة خياطة وخيط لون البوك عشان نركب السستة ونجيب السستة نشوف هنركبها ازاي. وطبعا بدخل كده الابرة بتاعتي جوه. وبنضف الخيط بتاعي ده. وبسبته جوه كده. انا كده خلاص يا جماعة نضفت الخيط بتاعي وجبت السستة. اهي. بدخل السستة كده. بفتحها. وبخلي كده مسافة تحت في الشغل. ولضمت ابرة. ابرة خياطة عادية خالص بنفس لون الخيط بتاع البوك. زي ما احنا شايفين كده. ببدأ ادخل الابرة كده من جوه. وبشتغل بخيط تحت غرزة المنزلقة اللي برة عشان الخيط بتاعي ما يبانش. وبخلي البلاستيك بتاع السستة ده. الحرف بتاعه كده باين بس كده من الخيط بتاعي. زي ما احنا شايفين كده. بخيط عادي خالص. من الغرزة السحرية. هسلك بس الخيط. انا كده سلكت الخيط يا جماعة. ببدأ ادخل كده تحت الغرزة المنزلقة السطر بتاع البرواس ده. المنزلقة اللي احنا شايفينه ده بدخل تحت غرزة. بدخل جوه كده. بسحب الخيط. هو مش هيبان معي عشان انا بخيط تحت المنزلقة وبطلع من الغرزة اللي بعديها. ببدأ كده زي ما كن بصرب كده. تمام? وعندي الحرف السوستة بخليه كده عشان ليبقى مزبوط معي. ومشدش ايدي في الخياطة عشان السوستة متلمش معي. تمام? هستمر كده لحد ما وصل للاخر. انا كده خيطت السوستة يا جماعة في الجنب ده. العليمين لحد ما وصلت للاخر هنا. بجيب برضو كده بسبت السوستة كويس. بدخل كده بسبت من هنا. هقفلها بس شوية. ببين القفل بتاعي كده شوية. بسبت هنا السوستة من من المكان اللي وارده. وبعدين بفتحها تاني. بخلي الجرار بتاعها كده. وببدأ ارجع بالجنب التاني بنفس الطريقة تحت غرزة المنزلقة. بالغرزة السحرية او بالغرزة بتاعت السراجة. وما شدش ايدي في الخياطة عشان السوستة تبقى مرتاحة وتبقاش مجدودة. بنفس الطريقة كده. هستمر بنفس الطريقة لحد ما خلص تركيب السوستة ونرجع نشوف الشكل النهائي. ده يا جماعة الشكل النهائي للبوك بعد ما خلصناه وقفلناه. شكله جميل جدا يا رب يكون عجبكو. وان شاء الله سهل بسيط تقدروا تعمليه بسهولة. ده الجزء اللي احنا قفلناه تحت. ودي السوستة بعد ما ركبناها والحلقة لنحط فيها المفاتيح. طبعا انت لو عايز تسيبيس هذا كده شكله جميل جدا ما فيش مشكلة. لو عايز تضيفي له اي حاجة تانية بتزينيه بيها زي الخرز مسلا. او ممكن تحطي له وردات كورشية مجسمة من نفس الون البوك او لانوان مختلفة حسب ما انت عايزة. في وردات كده. وردة مجسمة. تحطي واحدة هنا واحدة في الجنب التاني. وفي وردة كده كمان. تمام. ان شاء الله هحطي لكم اللينكات بتاعة الورد. في صندوق الوصف تحت الفيديو بتاع البوك عشان لا حبيتي تعملي وردة زيني بيها. وطبعا المقاسات حسب ما انت عايزة لو عايزة صغارة عن كده عن عشر سنتيم مفيش مشكلة بتشتغلي لحد عدد من السطور اللي احنا اشتغلناها. ممكن لحد السطر الخامس او السادس. وبتوقفي وبتقفلي بنفس الطريقة اللي احنا قفلنا بيها. ولو عايزة تزودة عن كده برضه مفيش مشكلة. بتستمري في التزايد بنفس الطريقة اللي احنا شفناها في الفيديو. الطريقة العادية للتزايد في الدائرة بغرزة الحشو. انا عملت السطر السابع من غير تزايد عشان بس ازبط آآ شكل الدائرة معي اللي هو اخر سطر. انت لو هتزود المقاس عن كده بتزودي في السطر السابع. بتعملي خمسة فردي وبعدين السادسة بتعملي فيها غرزتين مع بعض يعني تزايد. والسطر التامن بتعملي ستة فردي والسبعة بتعملي فيها تزايد يعني غزيتين مع بعض. وبتستمر كزا بنفس الطريقة لحد ما توصلي المقاس اللي انت عايزها. آآ زي ما قلت لكم كل سطر بزيد عن القبلي ست غرز. والست غرز دولة مرتبطين بالعدد الغرز اللي احنا بدأنا بهم. يعني انت لو بدأت بخمس غرز يبقى التزايد عندك في كل سطر عن القبلي هيبقى خمس غرز. بدأنا بستة هيبقى التزايد هيبقى ستة. آآ اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ويكون الفيديو عجبكو. ولو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا شيروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوني. وعشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بعمله. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.